إلى الرياض من جديد بهذه المباراة معنا من هناك عدل البطي وعبد عطيف أبدأ معك هذه المرة عبده يعني الاتحاد يفرط باكتساب النقاط يخرج من مباراة الرائد بنقطة تفسيرك الفني لذلك لا أعتبر أنه فرط الاتحاد فرط بعد نزول رومارينيو الاتحاد الشطر أول لم يسدد لم يصل إلى مرامات واخر لم أشاهد أي جملة كان فريق جملة عك كروي على أعلى مستوى فبالتالي لا أعتبر أن الاتحاد فرط الاتحاد فرط لما بدأ يشارك رومارينيو هنا تغير شكل الاتحاد بدأنا نشاهد خيارات هجومية حلول فردية في متعة كانت مباراة بشكل عام مملة من الفريقين صراحة ما شاهدنا كرة قدم حقيقية أغلب اللعب كان كور مشتركة لا يوجد جملة تكتيكية لا يوجد أي حل فردي أو مهاري متعنى زادها سوءا خروج رودريغي أو رائقاري فبالتالي ضعف الجانبين فأعتقد أن الاتحاد لم يفرط بالعكس النتيجة كانت عادلة إلى أن دخل رومارينيو ولكن تتخيل الشوط كامل الشوط الأول ليس هناك أي تسديد على المرمى عادل خروج رودريغيز برأيك هو الذي أضر بشكل الاتحاد في الشوط الأول وتسبب بكل ما قال عبده صحيح هو نقطة مهمة خروجه في أول ربع ساعة أعتقد بعد مضي ربع ساعة أكيد أنها نقطة مهمة زائد دائما نتكلم عن البداية أنا ما أعرف هل كان يلي يعرف أن مباراة الهلال القادمة هي مباراة ثلاث نقاط لأنه أنا في رأيي طموح الاتحاد هل هو طموح أن يفوز بدوري؟ ثلاث نقاط في الأخير في الدوري تضيفها لك يعني إذا كنت تفكر في مباراة السبت قبل مباراة اليوم بصراحة هذه مشكلة بدأ البداية يعني عبدالإله المالكي وروماريني وما كانوا في التشكيل الأساسية في بداية المباراة إصابة رودريغو أثرت كثير في التشكيل المباراة يعني كما قال الكابتن عبده فعلا مباراة مملة ما شفنا فيها إلا أن الرائد الملاحظة حارس متميز وهذا هو الفرق بين معظة الفرق اللي هو دوخة أنقذ الرائد من أكثر من فرصة زائد فريق لا يسجل الرائد أربع مباراة متالية ما سجل هدف كيف الرائد يبغي يفوز ولا كيف يأخذ مركز متقدم وهو لا يسجل أيضا أنا دائما أركز على المحور الكريم الأحمدي لاعب متميز بالاستخلاص لكن لا يساهم غياب أنريكي برأيي أنه خسارة بالنسبة للاتحاد لأنني أنا مؤمن كرة القادمة اليوم في حلول كثيرة في وسط الملعب يفتقدها للاتحاد جيد أنتم انتفقتم الآن على شكل المباراة الفنية لكن في لقطة صارت في المباراة أبي أسألكم فيها أثنينكم أبدأ معك عادة مدرب الاتحاد كاريلي استعان بحمد المنصور بديل عن قاري رودريغز كتبديل اضطراري ثم استبدله في الشوط الثاني وأدخل مكانه رومارينيو طبعا كان في ردة فعل صورتها التقطتها كاميرات الناقل غير راضية تماما عن هذا التغيير من حمد المنصور أولا أريد أن أسمع تعليقك حول هذا التغيير الفني حول هذا الإجراء الفني هل هو طبيعي أو لا ثم عن ردة فعل حمد المنصور تفضل على أول شيء أنت لعبت رودريغز ونعرف مواصفات رودريغز هل حمد المنصور هو البديل المناسب لرودريغز إما أنك بدأت خطأ فيه إذا كنت مقتنع عن حمد أو مواصفات اللاعب حمد المنصور هو المناسب إذن التغيير فنيا الآن أتكلم هو تغيير خاطئ أو تبديل خاطئ بالنسبة لحمد المنصور كبديل لرودريغز الجزء الثاني أنك غيرتك كأنك تريد إصلاح الخطأ الحقيقة تحدث في كرة القدم يعني مثل هذه التغييرات أو الأشياء هذه تحدث لأنه استدراك خطأ تصرف حمد أنا لا أحب لكن أنا أعجبني المدرب بعد المباراة عندما تحدث أن حمد لاعب حماسي وهو قد يعاقب على فكرة قد يعاقب في تمرين لكن أعجبني تعاطيه مع الموقف إعلاميا يعني يمكن يقول لك حمد متحمس يبغي يشارك وأشياء كثيرة قالها فيه لكني نقول حمد أخطأ لكنها تحدث كثير من المدرب وتحدث من اللاعب أتمنى احتواها وشرح هذا الموضوع يعني دور الجهاز الإداري اليوم في تقريب وجهات النظر في شرح الحالة مع أنه كاريلي قطع قوله كل خطيب في الحال جيد عبده تعليقك وكيف ممكن يكون تأثيرها على اللاعب أيضا أعتقد أنه المنصور المنصور تحمل أخطاء كاريلي كيف يا عبد الله أنت الآن أيضا لك أكثر من ستة شهور مع الاتحاد تعلم أن البيشي لا يعني لعب خلف المهاجم وجدتك فرصة لما أصيب رودريقز أن تضع البيشي في طرف والعبود في طرف ويدخال إما العبود أو لاعب آخر زي ما قلنا وقال الكابتن عادل ألا تعرف مواصفات وإمكانيات لعبك فتلك مصيبة الشيء الآخر أنا أتفق أن حمد المنصور كان في المباراة ليس لأداء كبير لكنه كان منقطع فترة طويلة من أيام النصر وبالتالي طبيعي ظهوره بهذا الشكل وفي موقع ليس محبب لدى حمد المنصور وبالتالي حمد المنصور تحمل مع احترامي أخطاء كاريلي وتصرفاته وتغييراته وتدخلاته وأنا أتقبل ردة فعل اللاعب بشكل كبير وأتقبل أيضا ردة فعل المدرب بعد المباراة جيد ونحن دائما ممتنون لأرائك أنت وعادل البطي كنتم معنا من الرياض للحديث عن مواجهات الاثنين شكرا جزيلا لكم شكرا